الرحمن الرحيم والحمد لله لكل حال بصراحة ما كنا نستحق الهزيمة اليوم خصوصا عطفا على ما قدمنا جاءتنا فرص حاولنا عجمنا الشاط الأول الشاط الثاني كنا مستحودين على أغلب مجرات المباراة ولكن قدر الله ما شاء فعلا توقع يعني مش تقليلا في نادي الرايد ولا نتكلم فنيا نتكلم على ما طبق داخل أرضية الملعب هي خطأين استفادوا يعني استفادوا منها مباراة كانت صعبة في أرض الدعم مباراة في الدمام صعبة بحكم عامل الجو والأرضية نوعا ما لكن الحمد لله على كل حال إن شاء الله الجي يكون سيد الربا ساعة الأخيرة كثرت الأخطاء هل بسبب اللياقة هل بسبب الجهد الكبير اللي يقدم في المباراة الله يأكيد يعني خصوصا لما تكون مهزوم ممكن يعني أنه اللاعب يكون متسرع على أساس أنه يحاول يلحق خصوصا أنه قاعد يعني أنا محب أتكلم صراحة في مجال تحكيم وحكام ولكن اللي قاعد يصير يعني ثلاثة اللاعبة طائحين في الأرض ويروح يشوف الفار عشر دقائق يتكلم بينهم وبين بعض ما بأتدخل في حاجة عسل الله جيني يعني عقوبة ولا شيء بس أنه يعني نقدر مجهود اللاعبين حرام احنا قاعدين نتعب ونجري بصراحة يعني ما احترام اللي صار هذا يعني ما عارف الشي أقول للأمانة يعني ثلاثة أربع اللاعبين يطيحوا والفار خمسة ستة سبعة تمانية دقائق وفي النهاية يجي يحسب لي وقت بضضاءة ثلاث دقائق مو معقول يعني احنا ما احنا في حارة احنا في نلعب في أفضل دوري في العالم العربي دوري السعودي يعني يخلي الناس تحترم اسم الدوري السعودي وجودة اللاعبين ولندي الموجودة في الدوري السعودي تتكلمت مع الحكم قربت ناخر دقائق؟ اه تتكلم مع الحكم يعني ما احترام يكنك أصغر واحد من عياله يتكلم بدون نفس عيب ترى يعني احنا اللي أنا يسمن اللي أنا واضعنا وبنحترمك طلب خش مكاونه ما توقع يعني